هل تحاول موسكو إثبات وجودها من خلال هذه المناورات والتدريبات العسكرية التي تتم مع النظام السوري؟ مساء الخير، لا أنا لا أعتقد أن روسيا بحاجة لتثبيت وجودها في سوريا لأن روسيا ثبتت هذا الوجود من فترة ومنذ عام 2015 ومنذ إنشاء قعدة حميميم هناك بالإضافة لنقطة الارتكاز البحرية في الترطوس فإذن روسيا مواقفها ثابتة في سوريا وأنا لا أعتقد أن هذه المناورات هي نعم من رسالة للعالم أو لجران سوريا إذا كانت هي رسالة لتركيا فروسيا ليست بحاجة لمثل هذه الرسائل المحادثات ما بين أنقرة وموسكو حول الانسحاب المستقبل التركي من شمال سوريا هي أم تستمر؟ فروسيا ليست بحاجة لمثل هذه المناورات فأنا أعرف أن هذه هي خطة تدريب للجيش السوري للضباط السوريين وهذه المناورات كانت مخططة من فترة وأنا أعرف أن مثل هذه التدريبات هي حتستمر في سوريا نفسها وفي روسيا اشتركوا في القناة